بسم الله الرحمن الرحيم الثانوية وهي وحدة البحث الفقهي سوف نتطرق الآن إلى موضوعين الموضوع الأول البحث الفقهي والموضوع الثاني هو المجلات الفقهية افتحوا معي الكتاب صفحة 152 نبدأ مستعيني بالله عز وجل سوف نتعلم إن شاء الله خلال هذا الدرس إلى عدة أمور الأمر الأول أهمية البحث الفقهي الأمر الثاني عناصر البحث الفقهي الأمر الثالث آداب البحث الفقهي الأمر الرابع مراجع البحث الفقهي الأمر الخامس أبرز المجالات الفقهية أبرز المجالات الفقهية طيب نأتي في البداية ونحاول أن نعرف أهمية البحث الفقهي لماذا البحث الفقهي مهم؟ وأقول هو مهم جدا في حياتنا خلونا نفترض بعض المواقف الحياتية أو موقف واحد يريد أن يشتري سيارة هذه السيارة ما يملك ثمنها و لما ذهب إلى المعارض قالوا لما عندنا مشكلة نعطيك سيارة تأجير لكن منتهية بالتمليك طيب هذه العملية هل هي مباحة؟ أو محرمة؟ مثال آخر شخص عنده قريب و يعني شفانا الله وإياكم عنده فش الكيروي و يحتاج إلى التبرع بالعضاء وجدوا مثلا كلية قد تباع مثلا من الخارج بمبلغ معين أو جاء أحد الأقارب و تبرع هو أن يقوم بالتبرع بكلياته لهذا المصاب هذه العملية الجراحية التي يعملها الآن هل هي مباحة أو محرمة؟ و قس عليها كثير من العمليات التي ممكن تجرى اليوم مثلا نجد امرأة حامل و في بطنها جنين و هنا الآن لو تأخرت الولادة هنا قد تتضرر الأم و لو استعجلنا بالولادة ممكن يموت الطفل طيب في مثل هذه الحالات هل نقدم حياة الأم و إلا حياة الطفل كل هذه الأمور تحتاج منا إلى بحث و تمحيص حتى نستطيع أن نصل إلى الحكم الشرعي أمثلة أخرى شخص يريد أن يتاجر في البورصة و يدخل في الأسواق العالمية و خاصة أنه يجد أن فيها أرباح عالية و قد يكون المجهود فيها قليل فهو يجلس على الجهاز و يشتري و يبيع و ممكن أن يكون فيها نوع من المخاطرة لكنها أيضاً قد تكون محدودية الجهد البدني هذه الأموال هل اكتسابها بهذه الطريقة مشروعة أو محرمة؟ كل هذه الأمور كل هذه المواقف و غيرها من المواقف الذي يجيب عليها هو البحث الفقهي البحث الفقهي هو الذي يجيب على مثل هذه المسألة فنقول هنا أن البحث الفقهي يمكن طالب العلم من الاطلاع على أقوال العلماء السابقين في المسألة التي يبحثها و يعرف أدلتهم ثم يتوصل إلى الحكم الشرعي و هذا الذي نريده في عمليات البحث المهم في البحث الفقهي أن نصل إلى الحكم الشرعي من خلال الأدلة المعتبرة من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس هذا ما يتعلق بتعريف أو أهمية البحث الفقهي الآن سوف نتعرف على عناصر البحث الفقهي إذا أراد الإنسان أن يبحث بحثا فقهيا ففي عناصر مهمة لا بد أن تتوفر هذه العناصر نلخصها في التالي أول شيء نقول يجب له هنا أن يبدأ بمقدمة المقدمة تشتمل على ثلاثة أمور الأمر الأول الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني يذكر اختيار الموضوع هذا لماذا اختاره ما هو الداعي والدافع لاختيار مثل هذا الموضوع الثالث يبين أهمية هذا البحث وحاجتنا له وأهميته الأخير يقسم هذا البحث يذكر أنه سوف يقسم البحث هذا مثلا إلى مقدمة وتمهيد وعدة أبواب وغير ذلك الأمر بعد ما ينتهي من المقدمة يبدأ بالتمهيد وفي التمهيد يذكر التعريفات الأساسية التعريفات الأساسية في الموضوع ففيه تعريفات أساسية ومصطلحات أساسية سوف يستخدمها في هذا البحث لابد أن يعرفها ويبين لنا ماذا يقصد بهذه المصطلحات الأمر الثالث سوف يتحدث عن موضوع محتوى البحث وهنا ينبغي له أن يقسم الموضوع إلى عدة أبواب وإن كان البحث طويل فداخل الباب ممكن يقسم الباب إلى فصول وإن طال به البحث فممكن أن يقسم كذلك الفصول إلى مباحث أو مطالب فيجعل عندنا مثلا باب الأول ويجعل فيه مثلا فصلين الباب الثاني ويجعل فيه ثلاثة فصول الباب الثالث فيه مثلا أربعة فصول أو فصلين وبهذا الشكل يقسم المحتوى لهذا البحث ثم يذكر الخاتمة بعد ما ينتهي من البحث يتكلم أو يختم بخاتمة الخاتمة هذه أهم شيء يذكره في الخاتمة أن يذكر خلاصة ما توصل إليه الباحث يعني هذا البحث بعد ما بحث هذا الموضوع ما توصلت إليه هل هو حلال هل هو حرام أو إذا كان في حالات محرمة تبينها أو حالات مثلا مباحة تبينها فتوضح ما هي النتيجة التي وصلت إليه ثم في الأخير تضع تزود البحث بالفهارس وأهم الفهارس هذه فهارس المراجع المراجع اللي رجع لها وخاصة إذا كانت مراجع بحث أصلية وبعد شوي أني بتكلم عنها أو حتى معاصرة ثم يتكلم عن فهارس الموضوعات يحدد فيه الموضوعات اللي تطرق لها في هذا البحث إن شاء أن يزيد مثلا فهارس للآيات للأحاديث للأعلام كل هذا ممكن لكن هذا أهم الفهارس فهرس المراجع وفهرس الموضوعات طيب خلونا ناخذ مثال تطبيقي خلونا نفترض أن عندنا مثلا عنوان بحث أو بحث بعنوان سجود السهو يبدأ في المقدمة يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي ثم يذكر سبب اختيار هذا البحث وأن هذا البحث مثلا اختاره لأجل مثلا قلة الموارد الموجودة أو أن البحث هذا فيه احتياج ولم يجد مثلا مصادر يتكلم عن احتياج الناس اليوم إلى مثل هذا الموضوع كذلك يتكلم عن أهمية البحث وأن البحث هذا مهم جدا لأنه يتعلق بأعظم الشعار التعبدية التي يقوم بها الإنسان وهي الصلاة ثم بعد ذلك يبين أنه سوف يقسم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأبواب وفصول وخاتمة ثم فهارس طيب يأتي للتمهيد ويتكلم عن أبرز المصطلحات اللي بيستخدمها مثلا مصطلح سجود يعرف شو المقصود بالسجود مصطلح السهو وش المقصود بالسهو سواء في اللغة أو في الاصطلاح أو في الشرع كل هذه الأمور يعرفها في البداية في التمهيد ثم يبدأ إلى لب الموضوع وهو البحث ويقسمه إلى أبواب مثلا نفترض يجعل في الباب الأول ما هي الأمور التي يدخل فيها سجود السهو يجعل فيها فصلين فصل الأول مثلا الأركان أو الواجبات التي ممكن أن يدخل فيها سجود السهو وأشياء أخرى أو أعمال أخرى لا يمكن أن يدخل فيها سجود السهو الباب الثاني ممكن يتكلم فيه عن أسباب سجود السهو ويجعل فيه ثلاثة فصول اللي هو الزيادة والنقص والشك يجعل فيه باب ثالث مثلا يتكلم فيه عن محل وقت سجود السهو هل هو الباب قبل السلام أو بعد السلام طيب ثم في الخاتمة يذكر خلاصة ما توصل له فمثلا يذكر من خلال النقاط النقطة الأولى سجود السهو يكون فيه المواضع أو المواطن التالية لا يوجد سجود السهو في المواضع التالية سجود السهو كله سواء قبله أو يعني سواء كان فيه شك أو الزيادة أو النقص يكون مثلا قبل السلام إلا في حالتين مثلا كل هذه نتائج وصل إليها الباحث بعد هذا الباحث فيذكرها في الأخير يضع فهرس فيه المراجع التي يستفاد منها ونقل منها ثم فهرس آخر يذكر فيه الموضوعات التي بحثها طيب بعد ذلك سوف نتكلم عن آداب البحث الفقهي عندنا آداب عامة أولا يخلص لله عز وجل لأن التعلم العلوم الشرعية يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى ويجب هنا في هذا العلم أن يخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى لأن العلم الشرعي إذا أريد به غير وجه الله عز وجل فإن صاحبه لا يثاب بل يعاقب ويأثم بسبب هذا العلم الذي يتعلمه فإذا كان لغير وجه الله عز وجل الأمر الثاني أن لا يتعجل في النقول ويتأكد من نسبة الأقوال إلى أصحابها ويكون حريص على فهمها فلا يخل في النقولات الأمر الثالث يتجرد ويكون متجردا للوصول للقول الراجح بدليله الأمر الرابع الأمر الرابع عند اختلاف الآراء يعرض أقوال العلماء كاملة بأدلتها ثم يرجح بينها إذا تبين له ذلك وإذا لم يتبين له القول الراجح فإنه يترك المسألة بدون ترجيه الأمر الخامس لا يجوز أن يكون المرجح هو القول الأيسر والأسهل وإنما يكون للقول الموافق للدليل فإذا أراد أن يرجح قولا في مسألة فليستشعر أنه يوقع هنا بيانا عن الله سبحانه وتعالى لأنه هنا يريد أن يصل إلى الحكم الشرعي الذي يريده الله عز وجل من عباده فلا يصح له أبدا أن يبحث عن الأيسر والأسهل والأخف للناس لا إنما يبحث عما يوافق الدليل من القرآن أو السنة الأمر السادس لا بد أن يحرص طالب العلم هنا على التمييز بين في الأدلة بين ثلاثة أمور بين صحة الدليل يعني أن الدليل هذا يصح للسدلال بحيث أنه يكون آية أو حديث أو قول معتبر لصحابي أو قياس صحيح الثاني أن يكون الدليل ثابتا فلا يكون مثلا حديث ضعيف أو غيره الأمر الثاني أن يكون الدليل يصح للاستدلال يصح أن نستدل بهذا الدليل لهذه المسألة الأمر السابع لا بد أن يكون هنا الباحث أمينا في النقل فإذا جاء وقع على فائدة مثلا لا ينسبها لنفسه وهو نقلها من غيره أو قرأها في كتاب أو سمعها من أحد بل يكون أمينا في نقله ولا ينسب أقوال لأشخاص لم يقولها فلا بد من الأمانة في النقل طيب انتهينا من الأداب العامة نأتي إلى أداب متعلقة بكتابة البحث لا بد أن تكون لغة البحث سهلة بعض الباحثين قد يأتي ببعض الألفاظ والعبارات الصعبة حتى يعني يبين تمكنه من المادة وهذا يشوش على الناس الأمر الثاني يرتب الأقوال والأدلة يأتي بالقول الأول ودليل القول الثاني ودليل ثم في الأخير يرجح الأمر الثالث يشتمل البحث على هوامش حواشي في الأسفل يكون فيها عزو الآيات والأحاديث أو المصادر التي نقل منها الأمر الرابع إذا استفاد من أحد فائدة فإنه ينسبها إليه الأمر الخامس إذا كان النقل آية يتأكد من صحة ومن نص الآية ثم يذكر اسم السورة ورقم الآية السادس إذا كان النقل حديثا فيتأكد من لفظه ثم يذكر تخريجه في الحاشية ويذكر منه الإمام الذي رواه هذا الحديث السابع إذا نقل من كتاب بالنص فإنه يضعها بين علامتين تنصيص ويعزو ذلك في الحاشية أما إذا كان النقل بالمعنى يعني ليس بنفس النص فإنه لا يضع علامة تنصيص ويضع في الحاشية كلمة انظر كتاب كذا أو انظر إلى الكتاب الفلان طيب مراجع في البحث العلمي عندنا عدة مراجع أول مراجع الفقهية كل مذهب فيه كتب مثلا في الحنفي عندنا فتح القدير لبن همام المالكي القوانين الفقهية لبن جزي الشافعي روضة الطالبين للنووي الحنبلي عندنا الروض المربع للبهوتي عندنا كتب تعنى بنقل الخلاف مثل المغني لبن قدامى فيه عندنا الشروح الحديثية مثل الفتح الباري لبن رجب ونيل الأوطار للشوكاني عندنا كذلك كتب تساعد على الترجيح مثل مجموع فتاوى من تيمية أيضا عندنا كتب الفتاوى المعاصرة وهذه نستفيد منها في المسائل الجديدة كذلك كتب معاصرة سهلة يستفاد منها مثل الملخص الفقهي للشيخ صاحف وزان وأيضا فقه العبادات لبن عثمين كذلك الكتب المؤلفة في نفس موضوع البحث مثلا في الصلاة أو في الصيام أو غيرها فيه كتب مؤلفة في نفس العنوان فيه المراجع الحديثية الأساسية مثل صحيح البخاري مسلم سنن أبو داود الترمذي والنساء وغيرها فيه كذلك كتب متأخرة مثل عمدة الأحكام وأيضا بلوغ المرام أو كتب تحكم على الأحاديث مثل نصب الراية لبن حجر أو إرواء الغليل للألباني رحمه الله عندنا كذلك المجلات الفقهية أهم هذه المجلات مجلة المجمع الفقه الإسلامي وهي تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وهذه صورة غلافة مجلة المجمع الفقه الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي مجلة البحوث الإسلامية وهذه تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الرابع مجلة الجمعية الفقهية السعودية وتصدر عن الجمعية العلمية الفقهية السعودية وكذلك مجلة العدل وتصدر من وزارة العدل بالسعودية هذه أبرز المجلات الفقهية التي ممكن أن يستفيد منها الباحث هذا ما تيسر لنا حول عنوان البحث الفقهي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد